يصرقون لكن من يسمع صوتهم لطالما أن الكتيوشا مستمرة بالقصف أما الحساب فقد دفعه طفل عراقي لا سفارة مستهدفة في حسبان العراقيين أما المقاومة فهي محض ضد دعاءات وافتراءات تحليل يتردد صداه في دوائر القرار الأمريكية حيث تتبنى أمريكا التفسير بأن إيران تحاول تحقيق فعلتها في العراق تحديا في وجهها في ظلام الحالك تبيت النوايا بالقصف مجددا صوب المنطقة الخضراء لتسقط الصواريخ على رؤوس العراقيين تماما كما تفعل ميليشية الإرهاب والسلاح في كل مرة كل شيء يسقط على رؤوس العراقيين خلية الإعلام الأمني أصدرت بيانها حول تفاصيل الصاروخ الذي سقط على منزل بالقرب من منطقة علي الصالح ببغداد تجاه المنطقة الخضراء مما أدى إلى جرح طفل وحصول أضرار في المنزل في الوقت ذاته تمكنت القوات الأمنية من إحباط هجوم آخر في منطقة أم العظام والسيطرة على صاروخ نوع كاتيوش أيضا وقاعدة إطلاقه وقد تبين أن هذا الصاروخ كان موجها نحو معسكر التاجي شمالي العاصمة الضرب بعرض الحائط مجددا وعدم احترام هيبة الدولة وسيادتها ودولة القانون والمؤسسات يؤخر أي مشروع نحو التغيير والتطور وانفتاح العراق على العالم أما ضبط السلاح بيد الدولة فقد بات اليوم شعار المطالبين من كافة أطياف المجتمع العراقي وقد ينذر المشهد بتصعيد أمريكي يقابله تصعيدا إيراني تحدي قد يبقى العراق ينزف من الخاسرة تحدي قد يبقى العراق ينزف من الخاسرة